خمسة أعوام وأسنة الإعلام الغربي تحد تجاهاتها تجاه السعودية وكيادتها وقضايا التجيش الإعلامية متعددة بتعدد أزمات العالم وقضاياه السوية وغير السوية لم يكن الإعلام الغربي ينتزع قوة هجماته من الموضوعية تاج الإعلام بقدر ما كان يتكئ على مجموعة متلاقية من الأهواء السياسية والأيدلوجية وغيرها تبددت الخمس سنوات وفاز السعوديون وخسر الإعلام الغربي كما تصف صحيف The Times بعد أن حاولوا المضي بخطوة واحدة تبدو ثابتة للنيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي لم يلتفت كثيرا لما يقوله سماسيرة الصحافة في رهان واحد كيف تنهض السعودية على مستوى سعودها المؤثرة انتهت الخمس وتمخض عنها كم منهائل من الصفقات العالمية في قطاعات الرياضة والترفي والسياحة والتنمية التي يبدو بعضها مغامرا كما تصف الصحيفة البريطانية التي كانت ضمن السنة التصعيد قبل أن تذعن لحقيقة ما يجري داخل حدود السعودية وخارجها القريب والبعيد من تسابق للتغيير والتطوير وحيث الدار التي كانت تنطلق منها سهام هؤلاء ولي العهد السعودي يلتق الرئيس الفرنسي ويحضر معرض باريس الجوي وينافس لإستضافة أكسبو 2030 ويلتقي برواد العالم في التغيير والتقنية والتصنيع وحيث كان العالم الغربي في تموضع الرتيب ضد سياسات إيران ونظام بشار الأسد استيقظ على توجه سعودي دولماسي جديد يسعى لخلق استراتيجية جديدة تحدد معالم منطقة الشرق الأوسط المرهقة وقبلها يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعدها يخضع واشنطن لسياسات أوبك النفطية بل يكف موقفا متزن من الحرب بروسية الأوكرانية وهنا يستيبو الكاتب البريطاني برادلي هوب ما يزال محمد بن سلمان يساء فهمه على النطاق الواسع قد تظهر مبادراته على أنها غير واقعية لكنه يشرع في استراتيجية تحدث مرة واحدة في الجيل لإعادة تشكيل السعودية لتصبح قوة عالمية وليس في حجم أو قوة جيشها بقدر ما هو مدى انتشارها حيث الثقافة والرياضة والترفيه والتكنولوجيا والتنمية والتمويل نحو قوة عالمية مستقلة بعيدا عن قوالب واشنطن ولندن ولا حتى بكين إذن تقول الصحيفة البريطانية The Times لقد كان رهان الأمير الشاب على الداخل السعودي وليس على رضا ما تتقوله الصحافة الغربية ولا أربابه السياسيون والماليون بعد تلت رؤية 2030 المتوجة بين الصالة وطموح المستقبل وخسر الإعلام الذي ما فتى يصيح دون أن يسمع صدقه إخباري أحمد القرني